بمحادثات في العاصمة الأردنية عمان اختتم وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين جولته بالشرق الأوسط خلال هذه المحادثات مع العاهل الأردني أكد الملك عبدالله الثاني ترحيبه بتحرك الإدارة الأمريكية لمعاودة فتح واشنطن قدصليتها في القدس وأعرب بلينكين من جانبه عن امتنانه للأردن لدورها في تعزيز الاستقرار بالمنطقة تثبيت وقف إطلاق النار كان أمرا مهما لا سيما بسبب العنف المدمر الذي لحق بالعائلات لكننا لا نرى وقف إطلاق النار على أنه نهاية الأمر ولكن كبداية وشيء نبني عليه لعبت مصر دورا حاسما في التوسط لوقف إطلاق النار اجتماعاتنا في القاهرة وعمان وهذه الرحلة برمتها تعكس حقيقة أساسية وهي إذا أردنا تجنب العودة إلى العنف المروع في الأسابيع الأخيرة فإن دول هذه المنطقة بحاجة إلى مساعدة بعضها بعضا وجاء بلينكين إلى عمان قادما من القاهرة حيث أجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتثبيت التهديئة في غزة وشملت جولة بلينكين كلا من القدس ورام الله وأعلن عن تبرعات أمريكية لإعمار قطاع غزة كما أكد في مؤتمر صحفي أن بلاده تعتزم إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية مشيرا إلى مساعي لاستئناف الجهود للتوصل إلى حل على أساس الدولتين